تهدأ أمواج البحر الأحمر فتشعلها الهجمات الصاروخية بين وقت وآخر لتبقى حالة الاستقطاب في ارتفاع مستمر لمسارها المطلاطم بين القوى الدولية المختلفة جماعة الحثي عادت لتعلن تنفيذها هجمات جديدة استهدفت فيها سفينتين إحداهما ناقلة نفط أمريكية أطلقت الجماعة باتجاهها أحد عشر صاروخاً باليستياً وطائرتين مسيرتين قال المتحدث العسكري باسم الحثيين إنها أصابت السفينة بشكل مباشر الهجومان الأخيران نفذتهما الجماعة بعد عشرة أيام من آخر عملية أعلنتها في المياه الدولية في ظل تقارير متضاربة عن نشوء علاقات بينها وبين الصين لضمان سلامة سفونها المارة عبر باب المندب أيًا كانت وجهتها وأخرى مع روسيا للحصول على دعم متعدد الجوانب ما ينقل الوضع العسكرية إلى أبعاد أكثر فتاحاً على الحضور الدولي وإن نفت موسكو ذلك ففي ظل التخوفات الأمريكية من حضور متصاعد لروسيا والصين يطير المبعوث الأممي إلى موسكو لبحث ملف الأزمة اليمنية وفي القلب منه التوتر في البحر الأحمر وقد أكد جرونبيرغ أن التعاون الدولي وحده القادر على تغيير المسار المقلق فيه والمنطقة ككل ومع السمرار للهجمات البحرية وتمسك الحثين بها يبقى البحر الأحمر ساحة مفتوحة لاستقطاب قوى دولية باحثة عن تأمين مصالحها وأخرى تسعى لتصفية حسابات عابرة للقارات وسط النيران المشتعلة في المياه الدولية المحتضنة لممرات الطاقة والتجارة الأكثر استراتيجية للعالم يمسك البحر الأحمر العالم من شريانه الرئيسي وقد تحول من أخدود مائي يربط بين قارات ثلاث إلى أخدود من نار تخشى السفن عبوره وتتصارع القوى الدولية على التحكم به أو تعزيز هيمنتها عليه ترجمة نانسي قنقر